الشيء التاني اللي هنتكلم فيه الحفظ ازاي نحفظ في الاختبار مثلا ازاي احفظ او انا بشتغل ازاي احفظ فيه ناس عارفة وفيه ناس ما تعرفش انا فتحت الورد مثلا اهو مستنى تفارغ كتبت او قبل مكتب خالص قبل مكتب خالص بحفظ قبل مكتب خالص بحفظ اهو قبل ما اديني الورقة بتاعت الطباعة او بتاعت الوردة او بتاعت اي شيء بحفظ الاول ملف اول مرة بحفظ فيها حفظ او حفظ باسم مش مشكلة اهو حفظ باسم مثلا عايز احفظ في سطح المكتب اقدر اختار سطح المكتب من هنا طب لو ما لقيتش سطح المكتب ظاهر هنا استعراض اختار من هنا سطح المكتب طب لو ما لقيتهوش ظاهر هنا هلاقي كلمة وصول سريع ده جنبها ساهم اضغط عليه هيبان لك سطح المكتب اضغط عليه انت لو بتحفظ هتعمل سرعة طباعة عربي يبقى تكتب اسمك وجنبها كلمة سرعة طباعة عربي يعني مثلا اسمك ادريس يبقى ادريس سرعة طباعة عربي تكتب اسمك بالكامل طبا لو هتعمل سرعة طباعة انجليزية يبقى ادريس سرعة طباعة انجليزية word يبقى ادريس word excel يبقى ادريس excel حفظ ده اول مرة اول مرة بس بيسألك انت عايز تحفظ فين وباسم ايه دلوقتي تكتب اللي انت عايز تكتبه اهو ولا تعمل الword ولا الطباعة ولا اي حاجة وكل دقيقة تروح تقوله ملف حفظ حفظ بس بقى مش حفظ باس حفظ خلاص حفظ هيحفظه لك بنفس الاسم اللي انت محدده في الاول وفي نفس المكان حلو طيب ده بالنسبة لحفظنا افرد ان انا افرد ان انا فتحت الملف بتاعي اللي هو ادريس صورة الطباعة العربية ده وغيرت فيه بس عايز احفظه باسم جديد باسم جديد يعني عايز اتخلي ادريس صورة الطباعة العربية لحد هنا والشكل الجديد بقى افرد ان انا مسحت كده وكتبت حاجات تانية عايز احفظه بقى باسم جديد القديم يفضل زي ما هو واعمل ده ملف جديد لحاله في الحالة دي بقى بيقول له ملف حفظ باسم حفظ باسم واختار من جديد بقى انا عايز احفظ فطح المكتب واختار له اسم جديد لو يا اما تغير الاسم يا اما تغير المكان يا اما تغيرهم الاتنين ماينفعش ملفين ورد بنفس الاسم في نفس المكان عشان كده بقول لك وانت بتحفظ صورة الطباعة العربي تقول له إدريس صورة الطباعة العربي وانت بتحفظ صورة الطباعة الإنجليزية إدريس صورة الطباعة الإنجليزية لان لو كتبت إدريس بس هيحفظ صورة الطباعة العربي تيجي الإنجليزي هتكتب إدريس بس هيتنشايل العربي وحاطط الإنجليزي يبقى انت خسرت الدنيا كلها هتيجي في الورب إدريس بس هيتنشايل الإنجليزي فاهمني فاو انت بتحفظ لازم تغير الاسم حفظه باسم يبقى لازم تغير الاسم او المكان او تغيرهم لتنين تمام يا الاسم يا المكان يا اما تغيرهم اللتنين يبقى عايز اسيب الاولاني زي ما هو واحفظ بالشكل الجديد ده ده ملف باسم جديد ملف حفظه باسم استعراض سطح المكتب مثلا صورة طبعة انجليزي بالشكل ده حفظ اصبح دلوقتي عندي ملفين حفظه باسم تعمل لي ملف جديد اصبح دلوقتي عندي ملفين الملف اللي هو ادريس صبر الطبعة عربي اللي هو ده القديم ده والملف الجديد اللي هو ادريس صورة طبعة انجليزي اللي هو الشكل الجديد خلاص طيب ده بالنسبة للحفظ الحفظ في اي برنامج زي بالظبط يعني في الاسل مسلا نفس الكلام احفظ برضو اول ما تبدأ اهو حفظ باسم سطح المكتب ادريس اكسل حفظ حلو؟ كتبت بقى وعملت المعادلات بتاعتك والحاجات دي كلها ملف حفظ لان انت مش عايز تعمل ملف جديد انت بتحفظ على اللي انت عملته حفظ خلاص؟ وهكزا انما لو انت في البيت وعايز تسيب القديم زي مكان وتعمل التعديلات دي بقى يبقى ملف جديد لحاله يبقى ملف حفظه ايه؟ باسم خلاص يا شباب؟ ده بالنسبة للحفظ والحفظ باسم ده شيء مهم جدا لازم ناخد بالنا منه